السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب بعض ضحل احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. اه طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطاع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة واي كانت فرصة التطاع في الفيتنام شاملة معظم التجاريف. وكانت هذه الفرصة حصريا عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاء كتير. التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. طبعا بالاضافة كمان كنا وفرنا خلمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. آآ وكنا كمان وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من البداية حتى الاحتراف وان شاء الله بازن الله مستمرين في عرض هذا الكورس وفي افادة الجميع. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نوي كمان جميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك. وروابط التقديم الخاصة بي المنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقى موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة في كوريا. تمام كده? الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي يا كوريا كوريا الجنوبية. بالنسبة ليه الجهة المانحة? اسم المنحة دي سوني كوريا تشير سكولرشيب. ده اسم المنحة. والجامعة دي آآ اللي فيها المنحة تعتبر من افضل الجامعات الموجودة في كوريا وهي اول جامعة تعتبر تابعة للنظام الامريكي واللي كمان آآ يعني ادراسة فيها باللغة الانجليزية كاملة يعني ما فيهاش تدريس باللغة الكورية لأ ادراسة فيها باللغة الانجليزية تابعة للنظام الامريكي فبالتالي يعني كأنك انت في جامعة في كوريا وفي نفس الوقت تابعة نظام امريكي وما يقز لك فده تكون حاجة ممتازة جدا برضو. آآ وكمان ترتيب الجمعة يعني ترتيب عالي على مستوى العالم. آآ بالنسبة للدول المتاحة للتعديم في هذه الفرصة جميع الدول متاح للتعديم لو انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم في هذه المنح. بالنسبة المنحة دي متاحة فقط لدرجة الناس اللي عايز تدرس المرحلة الجامعية او البكالوريوس تقدر تدرس او تقدر تقدم في المنحة دي عادي جدا. درجة المجستير والدكتوراه غير متاحين في هذه المنحة. ولو انت مخلص باكالوريوس وعايز تقدم مرة اخرى برضو متاح ليك. لو انت في اخر سنة من ال باكالوريوس اه لو انت في اخر سنة من السنمية العامة وعايز تدرس المتاح انك تقدم برضو تمام? طيب بالنسبة ليه التمويل في هاي الفرصة? الفرصة دي بتشملك ايه? الفرصة دي بتشملك رسوم الدراسة كاملة بالمجان تمام? هتشملك السكن الجامعي بالمجان وكمان في اتاحة للعمل في كوريا بيتحولك العمل جانب الدراسة بدوام جزئي بحيس انك لو فيه اي مصاريف اضافية انت محتاجها يعني حاجات شخصية تقدر انك تجمع المبلغ ده من العمل بالدوام الجزئي بتحولك عدة ساعات معينة في الاسبوع تقدر تشتغلها في مسلا العطر الاسبوعية تمام كده فتعتبر المنحة يعني نقدر نقول انها منحة موالة بالكامل يعني معنا تذاكر الطيران مش بتشمل تذاكر الطيران طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي عندنا عدة تخصصات هي ادارة الاعمال والوم الكمبيوتر التكنولوجيا والمجتمع لهندسة الميكانيكية رياضيات والاحصاء التطبيقي تصميم الازياء وادارة اعمال الموضة تمام دي التخصصات المتاحة للتقديم في هذه المنحة طيب هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة بدون حد اقصى العمر يعني لو فيه شخص مثلا انقطع عن الدراسة الفترة وعايز يرجع ادريس تاني متاح ليه التقديم حتى لو هو سنه كبير آآ يعني مش مفيش فيها حد اقصى للعمر متاح اه التقديم لاي سن من غير وجود اي مشكلة بالنسبة للاوراق المطلوبة للتقديم في الفرصة دي مش اوراق موقضة اوراق بسيطة اول حاجة مطلوب منك السيرة ذاتية بتاعك يكون موجود اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه اللي هي السنوية العامة اول بكالوريا ترفق الشهادة بتاعتها خطاب انية مطلوب منك اللي هو او نقول عليه زي مسا قريب من ومطلوب منك اتنين خطابات توصية واخر حاجة مطلوب شهارة اللغة الانجليزية لازم فيها زي المنحة ترفق شهارة اللغة الانجليزية ما ينفعش تقدم لغير شهارة اللغة الانجليزية تمام يبقى المنحة دي لازم فيها شهادة تكون موجودة معك دي طبعا الاوراق المطلوبة للتقديم في المنحة طيب اخر موعد للتقديم في المنحة دي هو ايه هو اربعة وعشرين يوليو الفين وعشرين تمام كده بالنسبة لي اه الفصل اللي هيبدأ فيه اه فبراير الفين واحد وعشرين فاخر معاد للتقديم واربعة وشرين يوليو الفين وعشرين ده اخر موعد للتقديم فبقاش مدة كبيرة نقول باقي عليها اسبوع او مسلا اسبوع وشوية وتنتهي فتحاول انك تجاهز ورقك وتقدم من دلوقتي طيب هنا عندنا ملاحظة اللي احنا كقناة منحة من كل الالوان بنتيح حملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني لو انت عايز اللي احنا نقدم لك في الفرصة دي ونملالك وكل شيء احنا بنوفر ده وهتلاقي رابط استمرت التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق البصف اسفل الفيديو ولو انت عايز تقدم بنفسك في المنحة دي اتبع شرح الفيديو وقدم ما فيش ايه مشكلة خالص طيب هنا عندنا كمان الاعلان الرسمي المنحة وهنا ده قدم الان ده التقديم تعالى كده نبصوا سريعا على الاعلان الرسمي ونشوف في ايه ده الاعلان الرسمي هيفتح معنا بهذا الشكل ده موقع الجامعة تمام ده الموقع رسمي للجامعة وهنا بيقولك ان في كزا يعني في كزا تمويل وفي كزا منحة آآ طبعا بالنسبة لانواع المنح دي هي منح للكوريين فقط انما المنحة دي هي المتاحة للطلبة الدوليين اللي هي تمام دي المنحة المتاحة للطلبة الدولية اللي اي دولة تقدر تقدم عليها طيب ده الاعلان الرسمي للمنحة وشامل كل التكاليف كانت بينا هنا الحاجات اللي بتوفرها الجامعة وما الى ذلك ده الاعلان الرسمي طيب تعالى اللي وقت نروح لتقديم ازاي انت ممكن تقدر تقدم في الفرصة دي هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معك التقديم التقديم هيفتح معنا بالشكل ده طيب انت هنا عندك حاجة اسمها وهنا عندك حاجة اسمها انت كمستخدم جديد لاول مرة تفتح فتروح لاول تعمل على موقع الجامعة هتضغط على كلمة دي عشان تفتح معاك اللي انت يعني هتعمل فيه بتاعك تحط اسمك اسم العائلة وتكتب تاريخ ملاتك لما تكتب البيانات دي وتضغط على كلمة فيه كود هيوصلك على الاميل بتاعك الكود ده انت ترجع تاني وتحطه هنا وتضغط وتعمل بتاعك وبعد كده انت خلاص انشأت على موقع المنحة بتروح بقى راجع تاني لكلمة دي وتضغط عليها تمام وهتكتب الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه وتحط الباسورد تمام اللي انت انشأته عند التسجيل وازا ما احنا نكتب دلوقتي تمام وبعد كده تضغط على كلمة عشان يفتح معاك اه الابليكيشن طيب انا كنت عامل الابليكيشن سابق عشان قدر اشرح لكم عليه انما انت اول مرة هتفتح فعل ابليكيشن تضغط على كلمة start new ابليكيشن انما انا قريدي عملت واحد فهوريه لكو دلوقتي طيب اه هيزهر معنا المراحل الابليكيشن ايه الحاجات بقى اللي مطلوبة فيه هتلاقي بقى بص كزا هنا مطلوب اه انك تملاق وفي الاخر خالص بتعمل ريفيو سابميت للابليكيشن بتاعك هنا اول حاجة بيقولك اختار البرنامج اللي انت عايزه الترم اللي انت عايز تبدأ فيه اي ترم بالزبط البرنامج اللي انت عايزه ليك اه اتنين اختيارات تخصصين بحد اقصى تقدم عليهم تختار بقى التخصص اللي انت عايزه اه وتختار بتاعك عايزه يكون ازاي بتضغط على وتضغط على تمام وبعد كده بتخش على المرحلة اللي بعدها اللي هي اللي هي المعلومات الشخصية بتاعتك اه بتكتب بقى اسمك اسم العائلة الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا المدينة الشارع اه تحط بقى كل بيانات دي تحط رقم التليفون بتاعك الجندر بتاعك كل البيانات دي انت تتجاوب عليها بعد كده بتضغط على الحاجة اسمها اللي هي معلومات التواصل مع شخص اخر في حالة مسلا انت ما ردتش يعني هما تواصلوا معاك من بياناتك اللي انت كتبتها وانت ما ردتش فتضيف شخص اخر بحيث في حالة تعزروا الاتصال بيك هما يتواصلوا مع هذا الشخص تمام وهنا اللي هو اخطب ان هي طبعا لازم تكتبه بشكل ممتاز عشان ده برضو من عوامل القبور تحط المقالة هنا تمام كده وهنا عندنا الاكاديميك هستوري اللي هي آآ الخلفية التعليمية بتاعتك السابقة بقى هنا تيجي تضيف آآ اخر مرحلة دراسية تحط بقى اسم المدرسة اللي انت درست فيها آآ آآ دولتك تمام المدينة آآ تحط الترانسكريبت اللي هو اخر مؤهل دراسي كشف الدرجات او شارع التخرج لاخر مؤهل دراسي كل هذه الاشياء تحطها هنا وبعد كده هنا بالنسبة لشارة اللغة شهادة اللغة هنا عندنا مطلوب لازم يتم رفاق شارة اللغة بيقولك في الجزء اللي تحت هنا من غير شارة اللغة بتاك مش هيكمل عشان الناس تيجي هتقول لي بعد كده طب ينفع نقدم من غير شارة اللغة لا هنا بتاك زي ما هم كاتبين مش هيكمل من غير وضع شارة اللغة عندك هنا مطلوب او تويفل او دولنجو تمام فبتختار يعني لازم يكون عندك شهادة من هزي الشهادات عشان تقدر تقدم فيه المنح وطبعا كاتبين درجة كل الشهادة قدامها وهنا مطلوب منك بعدها اللي هي تضيف بقى اتنين اه من شخصين تمام بيتم اضافتها بشكل اونلاين وبعد كده لو عندك اي اعمال اضافية كورسات حاجات انت خدتها بتضيفة هنا تمام وبعد كده دي مجموعة مقالات اضافية مش مطلوبة منك بشكل الزامي بس ممكن تكتبها تساعدك في بتاعك فتحاول تشوف كل مقال من المقالة دي وتحاول آآ تكتبه بطريقتك وهنا دي آآ زي وصائق مساعدة في الخانة دي انت لو عندك بقى اي شهادات اضافية عايز تضيفها آآ شهادات مسلا تكريم حاجات آآ شهادات تقدير كل هذه الاشياء تقدر تضيفها هنا وهنا اللي هي اختيار المنحة تمام في لازم تملى للمنحة اضافي يعني بسيط كده فبيقول لك هنا تكمل لهذا فتروح ضغط على اللينك ده وتروح تملى الابليكيشن البسيط اللي عندنا هنا اللي هو ابليكيشن المنحة تكتب اسمك اسم العائلة اللي هو الايميل بتاعك تاريخ الميلاد وتضغط انك هتملى للمنحة تمام وتكتب هنا اللي هو وفي الاخر تحط الامضاء بتاعتك تمام كده وبعدين تضغط على كلمة صبيتي يبقى انت كده مليت ابليكيشن المنحة مع ابليكيشن التقديم للجامعة وطبعا هنا السيرفي اه ده زي كده سيرفي بيتعمل بتختار انت سمعت عن المنحة دي ازاي من اي جهة وبعد كده في الاخر بتحط الامضاء بتاعتك بتاعتك بتحطها في الحقل الاخير ده بتكتب الامضاء هنا وبعد كده بتعمل بعد كده بتعمل سبميت نهاية للابليكيشن تمام كده يبقى مراحل سهلة واضحة ازاي هتملى كل مرحلة كل مرحلة من دول بتخش بتملاها وبعد كده بتضغط على كلمة سبميت وبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحة ده هو عملية التقديم للمنحة منحة آآ سهلة ومنحة يعني بالتنافس عدميش كبير اخر موعد للتقديم ليها اربعة وعشرين يوليو الفين وعشرين بتوفر لك اشياء كتير رسم الدراسة والسكن وممكن كمان العمل بدوام جزئي فدي حاجة ممتازة جدا فلو حابين تقدمولها يا ريت لان اخر موعد قرب وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم فيها زي المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته